السلام عليكم. النهاردة هنتكلم على الانواع المختلفة للبارير الماجنيتك. اه نبدأ الاول بالمجموع اسمها الماجنيتك اكسز. الماجنيتك اكسز دي بتنقسم لقسمين. قسم اسمه اكسز. ماجنيتك اكسز عادي. فيه الاكسز برو. فيه الاكسز سيلاكت. الابليكيشن بيستخدم فيها اول واحد اللي هو بيشتغل في الباركينج والاقصى اه طول للدراع بتاعه تلاتة ونص. سرعة القفل والفتح اه اتنين ونص سنت اه سكند. الماكسوم بيشتغل فيها خمسة وعشرين اه واط. اه يعتبر مية في المية. البور سبلاي عندك من خمسة وتنمين لغاية متين اربعة سين بيشتغل اتنين وعشرين اه اه في مصر. فيكونسي خمسين ستين هيرتز. الهاوسينج دايمينشن اه اه الويتس تلاتمية وخمستاشر ميلي. في تلاتمية وستين اه في هايت تسعمية وخمستاشر. الويت اربعين. الهاوسينج ديزاين اه بودر كوتيد الامونيوم. البيست فريمر رئيس ستيل. الاي بي بتاع اربعة وخمسين. بيشتغل الالكتروميكانيكل. الكونتروليوم بتاعت الاكسس ديت بيباقي الامجيس الاخسار الماجنتيك جيت كنترولر. التنبليشر بتاعته منس تلاتين لخمسة وخمسين. البوم بتاعه باريو بوم. اللي هو المنظر دوت كده. البوم دوت اسمه باريو. بعد كده الاكسس برو ده بيستخدم في الهاي ترافيك. والااااا والااكسيسوريز. ليه اكسسوريز كتيرة. اه اه برضو زي اللي فات الدراع بتاعه تلاتة ونص اقصر تفاعة تلاتة ونص اقصر اقصر تلاتة ونص اقصر تلاتة ونص. زي ما الفتح بتاعه اسرع واحد تلاتة امان عشر سانتي. سوري مش آآ آآ ثانية. خمسة واربعين واط. والبقية البروبوت بتاعته زي ما هي الديوتي سايكل والباور سابلاي والفريقونسي والهاوسينج والويت والهاوس ديزاين والبيس فريم والبروتيكشن والطايب كلهم زي بعض عادة الكنترول يونيت هيبقى الامجي سي برو اللي هو اخصار البروفيشنال والتمبريتش الرئيهية والدراع برضو بيبقى باريوبوم الاكسس سيليكت ده احسن واحد بيشتغل في الاندويدين ده يستخدم معاهم يعني زي ما الفتح والقفل واحد وتتا من عاشرة سانية التسعة اربعين واط وبرضو الجميع الخصاصية هي والكنترول يونيت اه ام جي سي برو برضو نفس الكلام بيشتغل على الدراع النوع طبعا هتفق يقول لي مسلا ايه الاكسس سيليكت احسن من الاكسس برو في ايه اقول لك الاكسس سيليكت يعتبر نفس الاكسس برو بس هو ممكن يضاف له حاجات كتير يعني ممكن ليه امكانية يضاف له كتير عليه بزايد ان الاكسس برو برضو عليه بقى اكسس برضو الاكسس برو برضو اكسس برو دي هو بس ده بيقول ليه ممكن بطلبات خاصة ممكن احط في اللي انا عايزه بعد كده في الماجنيتيك اكسز ايه الاكسس ده برضو منه تلات انواع في الاكسس برو ايه الاكسز اللي دوت اه اكسز بتاعه اه ام اتش تي ام مايكرو درايف عشان تزود الطول بتاعه عشان كانت دراع بتاعه خمسة متر وبيجي واحد لون واحد بس الهو البرتقاني الفتح والقفل بتاعه اربعة سكند تلاتين واط برضو نفس الكلام ما في المية والنفس بياخده المتين عشرين خمسين ستين هيرتز ونفس الابعاد ونفس الويت بس الشاسية بقى اللي بره بيبقى آآ المونيوم آآ بودر كنت تلقى زي اللي فات برضو والستيل والاي بربعو خمسين وعندك اللوحة الداخلية ام جي سي وبرضو بيستخدم الباريو بوم نيجي بعد كده على الاكسس برو ال الاكسس برو ال برضو بنفس الكلام بس الميزة اللي فين هو بيجيب تلات الوان زي يعني فيه اختيار تلات الوان زي اللي فات بالزبط وممكن طبعا الميزة برضو اللي فين هو ممكن تزود طول الدراع لغاية ستة متر برضو فاتحه اربع اربع ثواني آآ خمسة وعشرين واط هيف ديوتي ما في المية متين وعشرين نفس الابعاد اربعين بودر ستيل اي بي الكترو ميكانيكال الطايب بتاعه بس هنا بيشتغل على ال الكنترول يونيت احسن شوية اللي هو ام جي سي برو وبرضو النوع البوم ده الشكل بتاعه بعد كده ان يجي على ده بيقول لك ان هو يعني ممكن تضيف معين آآ وطبعا مضيفة عليها تقنية الام اتش تي ام ديت عشان تزود الدراع زي اللي فات فعشان كده الدراع بتاعته ستة متر يفتح ويقفل اربع ثانية آآ خمسة وعشرين واط ونفس الخصائص اللي فاتت بالزبط ده الحاجة الوحيدة عليها ان انت ممكن لو في اضافات خاصة بعد كده في مجموعة الاكس دي الطايب الثالث مجنيتيك اكس برو اتش وفي برو اكس اكس ال نمسك برو اتش ده معمول للشركات ده مخصص عشان تحط له اللي تحت اللي هي الشبكة اللي تحت عشان تمنع الزحف من تحته بيدعم ستة متر طول الدراع فاتحة قفل اربع ثواني خمسة وعشرين واط برضو كونتينيوس آآ بالنسبة للديمينشن بتاعه نفس الكلام هو بس بيبقى الوزن بتاعه اعلى شوية اربعة واربعين كيلو فرق اربعة كيلو وبرضه وبرضه معمول الامونيوم آآ عليه كوتد وعندك البيس فريم الفريم اللي هو بتاعه زي اللي فات اربعة وخمسين واللوحة لدخلية ام جي سي بس هنا بيستفيد فيه شوية انه هو النوع البوم بتاعته مايكرو بوم اللي هي اللي بتبقى بيسموها مايكرو بوم ستريت اللي هو اللي هي اللي مفاش تانية دي الدراع هنا هو زي اللي قابلية تحس انه فيه كده زي ميل وعدين يطلع ده طالع على طول من الشاسين بعد كده فيه اكس 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 التو آآ ده برضو في الشركات وده هو في اوبشنال انت تطلب آآ بعض الوظائف لو انت عايز ده كويس جدا ان هو الدراع بتاعه تمانية ونص آآ متر يوصل تمانية ونص متر آآ عندك ست آآ فاتحه القفل اعتبر عشان آآ اطول شوية ستة سانية سبعت عشر واط آآ آآ هيفي ديوتي وزيف اللي فات بالزبط توازنه بس هو اللي هيزيد مية وعشرة كيلو جرام وحتزائد ان اللوحة بتاعته ام جي سي برو الدراع هنا هو اضبارته ماكس برو اكس ال ستريت كلمة مايكرو برو اكس ال ديت اللي هو زيادة بس ويطلع دراع عادي من غير اللي هي الآآ التانية اللي في الاول دي. اخر نوع في مجموعة الاكسس برو في اكس 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 ال وده برضو ينفع للشركات. وفي هنا هو تحتلاقي زي ما احنا شايفين هنا في شوية. الهاوسنج بيبقى اوسع شوية. موديول اف مور فونكشنل ممكن ازود له موديول زي ما انا عايز. زي في فقرة اللي هي الفيديو بتاع الموديول هتعرف اتبع وتعرف الموديلات الزياد. ده عندك لغاية عشرة متر. بيفتح وفل في ثمن ثواني. بيحتاج تلاتين واط. هيفي ديوتي. آآ وزنه اعلى واحد في الفئة مية واثناشر كيلو جرام. الكنترول يونيت بتاعته ام جي برو. برضو النوع البوم بتاعته مايكرو برو اكس ال. في بعد كده نتشيل بقى مجموعة الاكسس وندخل على المجموعة. ماجنيتك ماجنيتك باركينج. ماجنيتك باركينج فيها ثلاث انواع. في الباركينج وباركينج برو وباركينج سيليكت. الباركينج ماجنيتك باركينج. ايدي الفول كار باركينج. بتنفع في مواقف العربيات. ميتينج اول ديمانس. وان كالر ايم اتش تي ام. الطول دل تلع تلاتة ونص متر. فتح وقفل. واحد وتمانية مع عشرة. خمسة وتلاتين واط. وفي نفس الخصائص اللي فاتت. واللوحة ام جي سي. والنوع دراع عم باركينج برو. تبقى عالية شوية اللي هي للدخول والخروج. اكسيكليوسيب اكسيسوريز. ليه اكسيسوريز خاص بيها. وبيجي بتلاتة كالر. اللي قبديه كالر واحد بس. تلاتة ونص اه دراع. واحدة ثمانة عشرة سكند. تسة اربعين واط. ونفس الخواص. مع عدل ان والدراع يعني فيه تانية في الاول. يعني ممكن في حاجات انت بتطلبها ممكن ازود عليها. وفيه الكالر حسب انت تطلب اي انواع كالر. ده ده تلاتة ونص الدراع. واحدة ثمانة عشرة سكند. خمسة وتسعين واط. نفس اللي فات برضو بالزبط زيه ليونة ام جي سي برو. بعد كي نيجي عن مجموعة الماجنيتك طول. ماجنيتك طول ديت. فيها ثلاثة انواع. فيه ماجنيتك طول. وطول برو. وطول هاي سبيد. الطول فور طول ستيشن. ده احسن واحد. وبيشتخدم تقنية ام اتش تي ام. ودي تقنية آآ آآ متقدمة. الدراع تلاتة متر. واحدة من عشرة. فتح وقفل. خمسة وخمسين واط. نفس الكلام هو هو اللي بيشتغل عليه ام جي سي او ام جي سي برو. والدراع اللي بركع عليه زي ما احنا شايفين اللي هو الشكل اللي تحت اللي هو ده. بعد كده في الطول برو. آآ آآ ده في زي مسلا محطات بتاعة اللي هي الكرتات. آآ آآ تلاتة متر. تسعة ده بيفتح بسرعة تسعة من عشرة. خمسة وتسعين واط. ونفس نفس الخصائص اتنين واربعين كيلو. بيشترك برضو عليه ام جي سي و ام جي سي برو. وفاريو بوم زي احنا شايفين. الاحسن واحد فيهم اللي هو الطول هاي سبيد. التردد اللي هي العالي جدا. اعلى اعلى اللي هو الدخول والخروج. ويوصل معك لغاية تاتا متة تروز زراع. فتح والقفل بتاعه ستة من عشرة سكند. بياخد الواط بتاعته عالي جدا. يعتبر من اعلى فئة فيه تلتمية وعشرين واط. وبيتركب له الكنترول آآ آآ ام جي سي او ام جي سي برو. والبوم بتاعته اخر حاجة فيها حاجة اسمها ترافيك اتش وان. ده ترافيك اتش وده برية ما بتحركش راسي. بيتحرك وفقيا. وده بيقى ديجي خاصة جدا. فيه اول حاجة فيه تلات انواع. فيه ترافيك اتش وان ده عشان يعني الفايدة بتاعت البريارات ديت. لانه هو بيتحكم بيتحرك بالعرض. ممكن تحطه بقى ناحية الحاجة فيها مراكب. ممكن تحط فيها مكاني استدعي ان انت تتحرك يمين وشمال. زي ما انت عايز كده. اه بلوكينج اكسس تو تانيلز. اللي هي قنوات. اند لينز كنترولينج جانشن. فيه تمانية امبوت. وفيه اربعة اابوت. وفيه ستة ريلي. زي ما انت عايز. اه اول نوع اللي هو ده ستة متر. بيتحرك اه فتح وقفل اربعة سانية. خمسة واربعين واط. اه برضو. اه بتاع تلتمية وخمستاشر في تلتمية وستين في تلتمية واربعين ميلي. عندك انه هو بتاع اربعة وخمسين. وبرضو نفس اللوحة البروفيشنال. البوم بتاعته زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده. ده البوم كده وتو فيها من فوق زي الاشارات. دي اسمها مايكرو بوم اتش وان. النوع التاني. اللي هو اتش وان ال اي. ده بيبقى شاكله زي ما حين شايفين كده. هنا هو تفيه البومبيل في الاخر ده انا هوت. دوت بيبقى اربعة ونص متر اربعة سكند. خمسة واربعين واط. نفس الكلام. نفس كلهم نفس الوزن خمسة وخمسين كيلو. ونفس الصفات اللي فاتت. اخر نوع اتش وان اس اي. ده بيبقى اصغرهم. عشان كده اسرعهم. الدراع بتاعهم تلاتة ونص متر. بيفتح ويقفل في تانية في تو سكند. واعلى واط تسعين واط. نفس الوزن نفس الوزن خمسة وخمسين. والاي بي اربعة وخمسين. وبرضه بيتحط له مايكرو بوم. بس من المنظر الان هوت في الاخر. آآ البوم نفسه في مايكرو بوم اتش وان. نو فولدنج بوم سابورت. مش زي اللي قبلية عليه فولدنج بوم. لا هو ده زغير في مايكرو محتاج فولدنج بوم عشان يدعم حركة الدراع.